ترجمة نانسي قنقر وثمانون حالة تتلقى العلاج في المستشفى وثمان عشرة حالة في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي ستة ألاف وستمائة وسبع وعشرين حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى أربعمائة وستة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة عشر حالة ترجمة نانسي قنقر